و لسه بنكمل كلامنا معاكم في نهارك سعيد و سنة على الثورة بما فيها من قليل من الإيجابيات بس لازم ناخد بالنا منهم برضو و كثير من المشاكل والحاجات التي لم تتحقق بعد و علشان كده في ناس كتير من اللي بتطالب بمظاهرات النهار ده بتقول ان الثورة مازالت مستمرة و احنا مش هنحتفل احنا شايفين ان احنا لسه عندنا مطالب كثيرة لم تتحقق و محتاجين نحن نشتغل عليها والشارع هو اللي بيقدر يحدد هو اللي بيقدر يضغط علشان تتحقق المطالب و حتى الحاجات اللي اتحققت و ان كانت قليلة او كثيرة كلها حصلت بالضغط الشعبي خيو نعرف وجهة النظر اللي علاقة بالسنة اللي فاتت حصل فيها ايه والسنة اللي جاية متوقعين لها ايه بمن ان النهار ده مرور عام على الثورة المصرية ثورة 25 يناير بشرفنا يكون معنا النائب البرلماني المنتخب الاستاذ ابو العز الحريري و عضو مؤسس بحزب التحالف الشعب الاشتراكي نهارك سعيد يا فندا نهارك سعيد بإذن الله استاذ ابو العز خليني ارجع مع حدك كده الاول 25 يناير اللي فات من سنة بالضبط زي اليومين دول ولما حضرتك بدأت تحس انها ثورة شعبية و حسيت ان الجموع طالع في كل شوارع مسحيك لأول كنت في القاهرة ولا في اسكندرية انا كنت مجموعة البرلماني الشعبي و كان المخطط بتاعنا ضمن التأسيم بتاع التحريك الشعبي يعني في اليوم ده بتاع يوم الغضب كنا مجموعة البرلماني اللي حتى قفوا قدام دار القضاء العالي وجيت من اسكندرية و قفنا قدام دار القضاء العالي حتى كنت من البرلمان الشعبي اللي هما اتقال عليهم سبقوا بتسلوا صح؟ احنا اللي كنا بنتسلوا احنا النواب اللي زوروا ضمن الانتخابات وسقطوهم بس احنا في المرة دي امتنعنا عن دخول الانتخابات في بعض مننا دخل و انا اعتبرتها تزويرات و طلعت بها قلت لان اشارك في التزويرات القادمة قبلها باربعة شهر او خمسة يعني المهم في اليوم ده احنا وقفنا والحقيقة الناس ريحة جاية خصوصا في الاوتوبيسات متفاعلة معنا و انا هقولك مشهد كده زريف و احنا وقفين جيه واحد راكل عادي لابس جلبية و طائية و ماش و معاها عريزة كده ما عرفش جيه بورقة طويلة منين و كاتبها و مصمم و احنا بقى نواب و وقفين و تلمت حوالين من الناس و عمالين يهتفوا بالميكروفون و هو داير يلف على كل واحد و مصمم منه يقرأ الشاكوة بتاعته طبعا يعني اللي بيشوفه الشاكوة بيبص بها نص دقيقة كده و يدهلوا يعني احنا مش فاضين دلوقت و مش هتحلله حاجة يعني فالرجل زي ما تقولي زوق مننا فراح نقط قدامنا الصور الحديد ده فكان فيه عساكر امن مركزي عاملين كردون كده نص داير الراجل هو بينط افزته خلته شاف شارع رمسيس و شاف الالوه جاية من ناحية رمسيس ناحية المدان التحرير ففجأة كده عمل مشهد ظريف قوي و افهلل كده الله اكبر الله اكبر مصر جاية مصر جاية مصر جاية و راح مدي وشه للقبلة وساجد على الارض بصلي ركاتين و قام فلا العساكر بتعيت وقفين بالسلاح بتاعهم برضو بتعيت فضريف على كل عسكري يبوسه و اتنقل التاني اتنقل التاني اتنقل التاني في الاخر يعني قال الحق قال الحمد لله انا مش عايز حاجة الناس جات يبقى بلدنا حتبقى بخير هذا الرجل التلقائي الطبيعي البسيط لهو فليسوف ولا خريج جامعة ولا حل انما الحدث ده اللي عمله خلانا مطول ناس في الوقفة بعدها كتير و افازنا من فوق الصورة للنواب اللي كنا موجودين و خدنا الناس و طلعنا على مدان التحرير كتر الناس معنا اللي جاية من ناحية رمسيس على مدان التحرير و البعض منهم كان جاي من ناحية ترمسيس رجعناهم و روحنا على مدان التحرير انا طبعا بسني يعني الناس بدياني الميكروفون وبهتف و حاجات زي كده فجينا عندي حتة من اللي هي فيها الهواية بتاعت المترو دي انا مش هقدر اطلع بلناش تصمموا شالوني عشان اطلع اهتف و حاجات زي كده على الساعة ستة ونص سبعة كان الميدان تقريبا اتمالح فانا خدت الوطوبيس ورجعت عشان اشوف اسكندرية روحنا اسكندرية شاركنا ستة وعشرين و سبعة وعشرين و يوم تمانية وعشرين يا رجلي كانت واجعاني شوية فاخدت صديق لي يا شام جلال و نزيلنا بالعربية قادت بقى كل مسيرة ماشية اقف استقبلها و اهتف لها لعد ما تعدي واروح لغيرها واروح لغيرها و هكذا يعني تصادف ان الحكاة بتاعة الرجلي دي و العربية معنا خلتنا جمعنا في اليوم ده حوالي خمس ست مسيرات و لما روحنا على السابة باشا على البحر لقيت الناس ريح نحسي لبشر فرجعتهم و جبناهم من سابة باشا لعندي بحط الرمل لانا مش عارف مشيت ازاي يعني المهم اليوم ده اللي هو يوم جمعة الغضب حصل فيه منظر او حدثة كان من الاحداث المهمة في اسكندرية الناس جاء عليها العصر و هي بتصلي عند جامع ابراهيم طبعا بقى لما اوزل في سنين جزم عادي يعني يصالوا بقى في الشارع واحد الزبط امن مركزي غابي خلاهم ساجدين و راح رامي قنبلة غاز فالناس ختمت الصلاة و راح تطلع على تلات اربع عربات امن مركزي واقفة الزباط جريم والعساكر في قلب العربيات و هلاقوا في العربيات و هلاقوا في العربيات و هلاقوا العساكر جوه كسروا اللقفال بتاع العربيات اللي بحطوطة بره عشان يطلعوا مع عساكر الامن المركزي عشان ما يتحرقوش في العربيات يعني شايفة الشعب بقى العظيم يعني ترمى عليه قنابل هو بيصلي و في نفس الوقت لما الزباط جريم هو اللي انقذ العساكر انه هو مدرك ان العسكري ده مفعول به زي و زي والله هقولك هي في ساعتها ما بتبقاش ادراك او مش ادراك هي عمليات تلقائية بتعبر عن المكنون الزهني بتاع البنى ادم المصري الراقي المحترم اللي ما بيحب شيء يئزي حد يعني هو انضرب عليه قنابل الغاز و في نفس الوقت حمى اللي كانوا بيضربوه من انهم يحترفوا الجوة العربية فاليوم ده الحقيقة كان يوم 25 يناير كان يوم عظيم و انا اعتقد ان الجمعة اللي خرجت خرجت لانها معبقة بقالها سنوات طويلة اللي زينا بيتكلموا و بيحاول والاعلاميين اللي بيكتبوا والصحفيين اللي بيكتبوا والاحداث اللي بتزورات الانتخابات اللي بتتمي يعني شعبنا كان وصل الى مرحلة مستحيل انه ما كانش يقوم بالثورة في اليوم ده او بعد منه بشوية او غيره بدليل ان احنا في الجمعية الوطنية للتغيير قبل الثورة حالي شهرين او ثلاثة كنا بنحضر نفسنا لحدث ما قادم بعد ايام بعد اسابيع وبنرتب نعمل ايه ولو تتابع الصحافة اللي اتنشر في اليام اللي فاتت دي هتلاقي بقى الترتبات كانت معمولة من هنا يعني ما هيش ترتبات يوم غضب ولا حاجة لكنها طبعا ما كناش متوقعين انه الاعداد هتبقى طغية بهذا الشكل طبعا استاذ ابراهز وحيك بتحكي عندي مليون حاجة عايز اتكلم فيها وفي نفس الوقت عايز اشوف رؤيتك اللي هيحصل بس ايه اهمية القائد يعني خليني اخد حتة صغيار ايه اهمية القائد ابراهيم ليه بقى مقر هو مقر الثورة في اسكندري يعني بقى مقر التزورة زي ممدان التحرير يعني في مصر ليه القائد ابراهيم في اسكندري هو مكان جغرافيا مطلة على البحر حوالين منه مساحة واسعة المداخل اللي جنب منه في عنده شارع واسع جدا وما فيهش مرور كسيف ولا حاجة الجامع ابراهيم من يام الشيخ محمود عيد الله يرحمه مكان في اسكندريا وكان تحول الى نوع من الحالة التحريدية بشكل عام يعني صلات الجمعة كانت مشهودة فيه والناس بتحب تروحوا بتقب فيه كتير الحاجة الاخرى العزق كتير اللي بتعمل فيه بخامة ستة شوادر عزق يعني هو مكان مهروس او بالاضافة انه هو جنب محطة الرمل وعلى مدخل منشية وعلى ميناء الشرقي يعني مكانه كويس بشكل عام وهو يعتبر سرة البلد او وسط البلد من نحية الاجرائية من حيث المشي والمرور والحاجات دي كلها فالناس اتعودت عليه وبدأت منه وطبعا هي كانت بتعتبر انه نقطة تجميع ايضا بعد الصالة دايما يوم الجمعة الناس بتتجمع فيبقى فيه عدد كبير فيطلعوا مسيرات فتحول المكان الى نقطة التقاء دايما في اسكندريا بالنسبة لسكندريا ويبقى دي دخلة كده للبرلمان اللي كلنا متابعين وبقالنا يومين اسكندريا كانت منارة الثقافة وعروس البحر الابد المتوسط وبنسميها كوزمو بولتن كلها من اسكندريا كوزمو بولتن يعني ازاي حصلت النقلة دي لا انا عايز اقول يعني هو انا بتاع انتخبات شوية بفضل هي ليست معقلة لا للسلفيين ولا للاخوان امال هو في السنوات السابقة الناس سوحقت في اشياء كثيرة ولقمة العيش خدتها بشكل كبير ولما جسدت في سنة سبعين وحب ينقلب على نظام عبدالناصر او الثورة المصرية او مشروع يوليو وجاب بحالة خيانية مخططة امريكي واسرائيلي وخليجي السادات كان جال المخطط بتاعه ما كانش ممكن يعمل انقلاب على مشروع يوليو الوطني القومي الافريقي الاسلامي العالمي بالشيء العظيم اللي تم خلال 18 سنة اللي قدناهم بانجازات هيلة بحروب دخلناها دفاعا عن الوطن ما كانش ممكن يعمل ده بدون ما يقضي على العقل المصري ودي كتأول الخطط ولذلك هتكتشف حضرتك انه مثلا بدأ تصنيع الجماعات السلفية والجماعات الاسلامية اللي يسموه اسلامية في الجامعات منذ سنة السبعين سبعينيات او وبدأ امن الدولة هو اللي يزورها الانتخابات ومحمد عثمان اسبعين اللي كان امين التنظيم وكان محافظ اسيود بعد كده هو اللي تولى تدريب الولاد وتنظيمهم وتسليحهم بالجنازير وبالمطاوي يعني شغل البلطاجة ده اللي احنا بنشوفه النهاردة صناعة السادات ومبارك واستمر على مدى اربعين سنة في تربية يعني اه طبعا انتها تم بمشاركة فعلية وفاعلة من الاخوان في تخليق نظام مبارك وهم معاديين لمشروع يوليو وبالتالي الخلايجة معاديين اصلا كمان لمشروع يوليو والامريكان معاديين لمشروع يوليو والاسرائيليين معاديين لمشروع يوليو فحصل تزاوج بين طرفين الحزب الوطني بقادة السادات والاخوان معهم في نفس الهدف متوافقين ومتعاونين ومتكاملين مع الخلايجة الخلايجة يعني الامريكان والخلايجة الامريكان يعني الاسرائيليين في النهاية هذا السناء اللي كان موجود في هذا الوقت في مصر طبعا اضيف ليه السلاسي اللي برة فتعاون لتصنيع سياسة متكاملة بدأت بهدم العقل المصري وعلى رأي الدكتور محمد سعيد الله يرحمه اللي كان رئيسة حرير المديل ده كتب مقالة في سنة 98 هي كان عنوانها طرد العملة الرديئة تطرب العملة الجيدة فكان فكرة السادات والامريكان والاسرائيليين انه هدم المشروع المصري يبدأ بهدم الانسان المصري ولذلك بدأ يبقى العمل الظلامي هو الجامعة وعليك تتصوري انه من سنة مثلا 75 يكون عدى خمس سنوات على بدات السادات يعني اللي دخل اولى جامعة في سنة 70 اتخرج في 75 لدلوقتي يبقى عنده 35 سنة تبالك وصل لمدير ورئيس مجلس الدراء ووزير وهو بادئ حياة ظلامية يعني حرم مش عايز اقول هو كان شغاصد يعني هو مجني عليه هو حرم من الثقافة والاصطنارة وبالتالي عقله بقى مفرغ ولما يفرغ العقل يبقى زي كوبال فاضية سهل انك انت تحط فيها افكار ظلامية وهابية لما يحصل ده ويبقى في حالة افقار 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 ما فيش فقر في الدنيا في افقار شديدة جدا والناس تتأكل يبدأ سراع من نوع تاني انه الاخوان يصارعوا النظام مبارك على نفس السياسات مبارك وكراسي مبارك للحكم على نفس السياسة لانه مرتبطين برضو بالخلايجة يعني قصة طويلة يبدأ النظام والخلايجة وخصوصها السعودية يخلقهم حاجة تانية عشان تبقى منافسة للاخوان فتنمو الحركة السلافية بالمنهج الوهابي السعودي ويبدأ الاغراق المهول بالنسبة السيول وطوفان من الاموال تغدق على هؤلاء الناس اللي ما كانش يعني على قد حاله زي حالتنا كده فجأة يعني يبقى ركب على بيها الانصر والحكاية والفلوش بدأت تنساب على الناس وفتحت امام يعني حجم دور الأزهار والأوقاف وفتح امام السلافيين فكرة انهم يعملوا زوايا ومساجد بأعداد هائلة وينتشروا في المحافظات المختلفة الانتشار ده ادى الى انهم بقوا موجودين في وسط الناس والفلوش كترت بقى فيه قدر من الحسنات ويعني فكرة توضيع السمكة ومتوزعش السنارة عشان يفضل الشخص ده محتاج لك سواء بقصد جنائي او بجهل ده ادى الى انه الناس كمان مع احترامي الحديث كترة تزوير خلى الناس عزفت والطبقة الوسطى عزفت عن المشاركة في الحياة السياسية فبقت الارض ممهدة موجودة الانتخابات اللي تمت في الفترة الاخيرة ليست انتخابات هي انتخابات من طرف واحد لان القوى المستنيرة والقوى الوسطى والفقراء والشباب بالنظام الانتخابي استبعدوا منها وبالتالي اللي داخلوا الانتخابات عندهم الهات انتخابية وتمويل وبنفسه بعد الصراع كان بين السلفين والاخوان الحزب الوطني انتهت بطبيعة الحال انتخابيا على الاقل الامواء اقتصادية موجود وقوى شباب الثورة استبعد من المشاركة والفلاحين والعمال والحرافيين استبعدوا الرأسمالية التقليدية العادية الوطنية استبعدت فطبعا ما كانش فيه انتخابات بالاضافة ان نظام الانتخابي نفسه نظام سيء غير دستوري وغير قانوني ومزيف والنتيجة بتاعته مزيفة انا في المجلس بسيقولك هو انه نتيجة مزيفة لا تعبر عن ارادة شعب وهذا المجلس سيء يعبر عن ارادة حقيقية مستنيرة للشعب المصري الناس حرمت طب ودهي خليني اسأل بقى حضرتك احنا انا هكلم على مستوى الشخصية الجيل بتاعي اللي هو الناس اللي موليد موليد السبعينيات اواخر السبعينيات واوائل التمانيات ده الجيل كده يعني يعني ما كانش لي حتى اللي كان بيحاول يشارك سياسيا ما كانش يعني كان ماشي مع الرك اه فكات الدنيا ماشية يعني معنا انا صراحة اول مرة تابع مجلس الشعب وحال مصريين كتير يعني كحال معظم مصريين يعني وبنتابع وبصحة صبح بدري عشان ايه عايزة تفرج لجلس مجلس الشعب اول يوم وتاني يوم وسعيدة انا بتفرج لان كان التحفظات اللي على اداء النواب او ما شاب مسخي دايه خليني اسأل حضرتك حالك شايف انه المجلس اللي احنا بعايشينه ده لقاس مجلس الشعب ده يطور مجلس شعب الثورة ولا مجلس شعب ما بعد الثورة ولا ده مجلس شعب نقطة مالوش علاقة بالثورة اولا الثورة تعني انه اللي بيتكلم باسمها يبقى منه ويبقى متبني اهدفها صحيح لكن الثورة بدأت وتوقفت والناس قاضي السنة زي ما حدك قلت في اول كلامك لا يتحرك شيء جزئيا الا بضغط من الناس لانه السلطة انتقلت الى مجموعة العسكر ومجموعة العسكر هي المجموعة التي تماسل حسن مبارك في كل مرتكب ومن جرائع وهي المسؤولة عن كل شيء كانت قاعدة بتحرسه كل حاجة وليست مختلفة حتى لو كانت عندها نواية حسنة وده مش صحيح فهي تربية النظام ده على مدى اربعين سنة وما حدش بيعمل جيش يحطه في حالة نقيضة ليه يعني خصوصا الجيوش بالذات لازم تبقى على ملة الحاكم واذا كان الحاكم عنده فرصة انه جه امتدد اللي عشر سين قبل منه اللي هم بتوع السادة حداشر سنة وهو واصل تلاتين سنة يبقى اربعين سنة بيترس الجيش فهيئاته العليا لازم تكون من نفس النوعية هذا كلام منطقي في اي حتة في العالم مانوش علاقة بالجيش المصري وان كان يشمل الجيش المصري احنا متكلم على بلدنا ليست هناك خطوط حمراء غير البلد بشكل عام وبالتالي الجيش ما انجس شيء وراح بسرعة القوات المسلمات سأعلى تواطئ مع الاخوان ومع السلافيين لان هما اوهموهم ان هما القوة في البلد وكان ممكن انتخابيا يبقوا هما من ناحية الاداء الانتخابي والانفاق هما القوة اللي موجودة لكن لو ان المجلس الاعلى قوات مسلحة قد تحول الى مجلس اعلى للثورة كان الاجراءات اللي اتخذها تؤدي الى انعاش قوى الثورة وتمكين قوى الثورة وسن قوانين ثورية ووضع البلد والانتقال بيها الى خطوات الامام وانا ادي لك مثلا من التاريخ المصري اللي مش بعيد ولا حاجة تفضل عندي شوائد شبان مش عايز اقول بالتعبير البلد شوائد عيال طلعوا من الجيش في 52 شبان محترمين وطنيين استولوا على السلطة وعملوا انقلاب داخل الجيش وحولوا الانقلاب الى ثورة ثورة شعبية هذه الثورة لا ثورة يعني بالمعنى اصبحت شعبية بعد دعمهم طبعا الدعم الشعبي التف حولين من نهو فرق بين الاتنين على فكرة صحيح ده انقلاب عسكري دعم الشعب بين جمال عبد الناصر والتفاف الناس حولين منهو حولين الثورة ليه لانه بعد شهر ونص بالزبط كان قانون اصلاح الزراعي صحيح فاكتر من 60% من الشعب المصري استفادوا من اصلاح الزراعي وارفع رأسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعباد انما هنا ادالوا التحية من هنا الفنجاري ادالوا التحية وانقلب عليه اسحقه بالاتل وهدك العرض وبكل حاجة وبالاصابات فالعسكر بتاع 52 عملوا ثورة وانقذوا وطن وبنوا وطن وخلوا مصر دولة وطنية وقومية وليها دور قواطني وقومي وعروبي وافريقي واساوي وعالمي واحنا انتعشنا وبقين احنا ولاد الثورة انا تولدت في 44 فتحت عيني على 23 يقول له كنت حاسس ان انا كبير ان انا مش مصري بس انا كنت بتابع وانا شاب صغير اللي بيحصل في كوبا وبيتنام وكوريا وامريكا اللاتينية يعني عايز اقول فكرة ان المواطن مواطن عالمي بمشاعره غير اللي حصل بقى مع الاخوان البعدة دولة واللي جابوا الحكاة الوراء ولذلك الثورة ما انجزدش كثيرا عشان كده بسرعة عملوا الاستفتة عشان يحيوا دستور 71 ولما لقوا الاستفتة اللي بيغني به الاخوان والسلفيين واللي استخدموا فيه تجارة المادة التانية بتاعت الشريعة عشان يكتسبهم اصوات البوسطاء ويعملوا برضو حساسية طائفية مع المسيحيين ويفجروا الامور رجعوا بعد كده اعترفوا انده غلط وطلع اعلان دستوري على كل حال يعني المناخ ده بشكل عام هو المناخ اللي احد بالعام اللي مضى من عمر الثورة واهدر من عمر الثورة وبالتالي لو انه النهار ده هما بيطالبوا بمحاكمة سياسية عن الفساد انا بطالب القوى السورية ان تعمل محاكمات سورية سياسية تحاكم القوى التي اهضرت عام من عمر الثورة والمتجسدة في المجلس العسكري والاخوان والسلفيين لان هما اللي اهضروا عام من عمر الثورة وخلوا الثورة مانجزاتش كتير وعشان كده هما بيغادوا ده اللي حضرتك طالبت بين بارح في المجلس في جلسة المجلس القوى السورة والمستنيرين عليهم ان يشكلوا محاكمات سياسية للقوى التي عطلت مصاري السورة واهضرته لمدة عام واللي ساعدت بطريق مباشر في ان المجلس اعلى يتمكن من سحق الناس وازدالهم وقتلهم وهدك العرض والكشف العزرية ده لو كان القوى سدية اللي هما الاخوان والسلفيين خدوا موقف سوري بنفس الروح اللي احنا بدأنا بيها انا اعتقد ان مصر كانت انجاز انجاز هائل في خلال سنة اللي فاتت دي طيب استاذ ابو العزر عشان وقتنا خلاص خلص وختاما عايزة من حدك تقول لي كده حدك متوقع انه النهارده المسيرات والمظاهرات الحشدة اللي في كل شوارع مصر ومكملة يعني مش عارفين لغاية امتى حدك متوقع ايه احنا ممزقين بين الاحتفال بالتفجر السورة اه وبين الالم والحصرة والحداد على عام مضى من عمر السورة لكن انا وانا جاي الوقتي من التحرير كنت في التحرير الصبح لاني بايت هنا في القاهرة بعد ان خلص المجلس بايت في التحرير يعني الحقيقة دموعي ما بطلتش في العربية واحنا جايين الطفاب من الناس اللي جاي وجايين حلوين صغيرين وكبار وعائلات وناس وشبان وناس كهول وسيدات ولاد بلد جايين باللبس اللي بالفلاحين يعني مصر جاية يعني انا بفتكر العبارة اللي قالها الراجل ده يوم 25 يناير لما وقفوا قال مصر جاية وسجد ربنا وقام يحضن حتى العساكر بتوال امن المركز اللي عطليننا بدأ يحضن النهاردة انا بقول لك وبأكد لكل المصريين مصر بتمر بلحظة تاريخية احنا صحيح حزانة ان احنا يعني اتكلت مننا عام من عمر السورة ومش هنفوته عن كل الجرائم اللي ارتكبت وتعطيل السورة لكن مش هيحصل شيء نهائي انا بكرر على مستوى الجمهورية لن تحدث حادثة صغيرة ولا كبيرة تعكد صفو الناس النهاردة ومن النهاردة اليوم 11 فبراير ذكرى رحيل المخلوع هتبقى فيه احداث عظيمة وانا رغم كل السلبيات اللي انا شايفها في المجلس والكلام ده كله انما عندي شعور انه الشباب دخلهم اللعبة وماسكوا بلدهم بأيديهم والناس لأول مرة بتتابع زي ما كنا في ايام ثورة 23 يلو بيتابعوا كل التفاصيل انا بسترجع اليوم بورموتها مع بعضها عز اقولك كل سنة وانت طيب رغم القلم ورغم الحاصرة انما احنا هنواصل ومصر جايب اذن الله ان شاء الله استاذ ابو العز الحرير النقاب البرلماني وعضو مؤسس هنعده فيه قيمة الثورة مستمرة واحنا عشان كده برضو مؤتمرنا والنهار ده هيعلم في ميدان التحرير بيان الثورة اللي احنا عملناه يوم واحد وعشرين في المجلس الوطني لما كنا عاملين مؤتمر بتاعنا وموزع على العالم كله بخمس لغات وبيأكد مطالب الثورة واستمرارية الثورة المستمرة والمؤتمر كان معمول تحت ثوراتنا مستمرة عشان كده احنا بنقول الثورة مستمرة كل سنة وانت جميلة وكل الناس كويسين يا رب أستاذ أبو العز شكرا جزيلا على جوت حضرتك معنا النهار ده ختاما خلوني اقول حاجتين فوق محمد ضلعت الهوالي الصحفي اللي كان معنا كان فيه حاجة عايز يقولها ونسي يقولها يقولون فيه شخص بيساعد والدته في تنظيف ولد يعني بيساعد والدته في تنظيف البيت المهم قاعد يتكلم معه قريب الولد اسمه سعيد وهو خريج أداب لغة عربية جيد جدا مع مرتبة الشرف تعليق اللي محمد كان عايز يقوله ونسي يقوله لكم اللي أنا حب أن احنا نقوله لحضراتكم أنه طالما أن فيه خريجي كلية أداب بيشتغلوا علشان ينظفوا في البيوت إذن الثورة لم تحدث بعد ولم تكتمل بعد لما دا يتغير نقدر نقول الحصل تغيير حقيقي آخر حاجة عايز أقولها أول أغنية أول حاجة اسمعناها في الحلقة النهاردة الشارع لنا وفعلا الشارع لنا الشارع للشعب المصري الشارع للشعب اللي هيقرر مصيره بنفسه غصبا عن عين أي حد هسيبكم على الفقرة اللي جاية هتكون مع رانيا ويا ربي بأنهار سعيد صباح الفلت